في مزمور 147 آية 15 بيقول يرسل كلمته في الأرض سريعا جدا يجري قوله الذي يعطي السلج كالصوف بيقول ما معنى هذه الآية بيتكلم عن عمل كلمة الله لأن كلمة الله في حد ذاتها حية وفعالة وأمضى من كل كيف زي حدين فكلمة يرسل كلمته في الأرض يقصد بيها أن المسيح اللي هو الكلمة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة تجسد وعمل حل كلمة حل على فكرة في اللغة اليونانية يعني نصب خيمته في الأرض اللي هو الجسد لأن الجسد يشبه بإيه؟ بالخيمة النقضة بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء فهنا بيقول يرسل كلمته في الأرض اللي هو المسيح يسوع جاي علشان يتمم الخلاص سريعا جدا يجري قوله ليه هنا قال سريعا لأن الزمن عند الله ما يتحسبش بالوقت بتاعه يعني مثلا لما وعد آدم وقال له إن ناس للمرأة يسحق رأس الحية جه إمتى؟ بعد أربع تلاف سنة لما يقول لإسرائيل لما رفضوا المسيح لحيظة لحيظة مش لحظة تركتك وبمراحم كثيرة أتعهدك إيه اللحيظة دلوقتي؟ ألفين تلاتة وعشرين سنة دي له حيظة فربنا بالنسبة لي دايما عشان إحنا بنقيس الزمن بالوقت بتاعنا فبيطمننا حتى لما راح للسماء وقال أنا زاهب لأعد لكم مكانا ثم أأتي وأأخذكم طب ليه قد إيه مجاش؟ برضو ألفين تلاتة وعشرين سنة عشان كده عشان يطمننا آخر سفر رؤية يقول لك ها أنا أتي إيه؟ سريعا يعني أنا مواعيدي لها تأخر دقيقة ولا هتبدر دقيقة في المواعيد التي وضعها الآب في سلطانه ليس لكم أن تعرفوها هذه معنى كلمة سريعا جدا يجري قوله إيه هو القول اللي هو هيجريه سريعا جدا من يقبل إلي لا أخرجه خارجا طب هتعمل في مين؟ بص الآية اللي بعدها يعطي السلج كالصوف يعني هي يعطي السلج كالصوف؟ التلج بنستخدمه في الصيف والصوف بنستخدمه في الشتاء يسوع يقدر يخلص القلب البارد اللي زي التلج ويقدر يخلص القلب الساخن اللي زي الصوف فهو يقدر يعمل في أوحش الوحشين وفي أحلى الحلوين الصوف نيقدموس الصوف يوسف الرامي التلج يا أحبائي اللص اليمين ده تلج خالص ده فضله شبرين ويدخل جهنم فهنا كلمة يعطي السلج كالصوف يعني يعمل في القلب البارد ويعمل في القلب إيه؟ القلب الساخن بل نستطيع أن نأخذ الآية بمعنى آخر إن ربنا ما قدد إيده بيديننا في الشتاء وفي الصيف يعني في الشتاء هيدينا وفي الصيف أيضا هيدينا يا أحبائي